برضو موضوع تاني اتكلمت في امبارح هو موضوع التحكيم ومستوى التحكيم في مصر ومن الواضح ومن الواضح انا الموضوع ده مش بينرفزني الموضوع ده الحقيقة بيخليني ابقى على اخري امبارح لما سألنا على كلاتنبرج وامتى حيبدأ مهمته محدش مش عارفين مهم من مصادرنا النهاردة عرفنا ايه بقى ان كلاتنبرج هيوصل مصر بعد خمس ايام طب حلو يا عم اسلام عايز ايه يعني المفاجأة ان هو مش هيبدأ مهمته الشهر ده ده حيستنى فاندم للموسم الجديد اللي هو اول عشرة مش عارف ولا ايه اول اكتوبر يعني ولا نص اكتوبر اللي مفروض حيود ده في اكتوبر اللي جاي يعني كلاتنبرج هيوصل يوم 6 اغسطس وبعد ايام قليلة حيسيب مصر ويرجع اليونان طب ليه عم اسلام حيرجع اليونان هو مش مفروض عقده خلص مع الاتحاد اليوناني اه بس خده دي بقى خده الكلام اللي انا مش فاهم والله العظيم 3 هو ايه اللي بيحصل عايز اقول لحضراتكم مفاجأة كبيرة جدا فكرة انه يرجع اليونان دي بالنسبة لي كانت غريبة يعني ايه تيجي يومين 3 وبعدين طب واح تيجي ايه بتعمل ايه في اليومين 3 مش فاهم مع ان الاخبار كلها كانت بتقول ان رئيس الاتحاد اليوناني رافض استمراره بعد ما وقع عقد مع الاتحاد المصري اه مش انا اللي بقول طيب المفاجأة فين بقى رغم سريان عقده مع اليونان اكتشفنا مفاجأة انا بالفت نظر اتحاد كرة القدم لانه مستر كلاتنبرج اللي حضراتكم بتتعقده معاه اعلنت رابطة الاندية اليونانية وبشكل رسمي انها وقعت عقد مع كلاتنبرج ومتمسكين باستمراره في اليونان رغم رفض رئيس الاتحاد وده تم على هامش قرعة الموسم الجديد في اليونان وكمان بحضور كلاتنبرج نفسه ودي الصور مش انا والله العظيم منها اهي الصور يا فندم ده رئيس رابطة الاندية اليونانية ماريناكس وده يعني ملياردير كبير في اليونان ده كلاتنبرج هو يا فندم بيحضر طب ازاي يا فندم هو عقده خلص في اليونان ومضى مع حضرتك في اتحاد الكرة طب التصريح واضح ووقعنا عقد مع كلاتنبرج ده رئيس رابطة الاندية في اليونان بيقول هذا الكلام يريد اتحاد كرة القدم يستفسر منه لما يجي ان شاء الله يوم 6-8 ايه الحكاية دي يا جماعة يعني في الاول وقع عقد مع اتحاد كرة القدم المصري وهو لسه عقده مستمر مع اليوناني مع الاتحاد اليوناني قلنا ماشي هيخلص عقد الاتحاد اليوناني ويرجع يكمل او يبدأ عقده مع الاتحاد المصري طيب هو هيشتغل ايه احنا سألنا السؤال ده نباله هو هيشتغل ايه محدش عارف طيب بعد توقيعه عقد مع رابطة الاندية اليونانية بناء على الكلام اللي حضراتكم شفتوه من التصريح الرسمي في كل الصحف والمواقع اليونانية على هامش القرعة يعني حدث معلن مش اسلام اللي جايبه يعني طيب يا فندم حضراتكم جايبين وإيه ليه هيقعد في مصر ولا في اليونان ولا يومين هنا ويومين هنا اتمنى اتمنى ان يكون كل كلامي ده غلط اتمنى بس دي وقاع مثبتة صوت وصورة يعني مشان نلاقيه لها يعني انبالح لما اتكلمنا في هذه القصة والاستاذ ابو المعاطي في موضوع المنشطات والاستاذ ابو المعاطي قابلنا والاستاذ وكابتن المهانس عدل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي طلع ردهو الاستاذ دكتور حازم خميس قال رده قال احنا هنعمل وبنعمل كذا 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 حلو جدا اتمنى ان اتحاد كرة القدم يقول لي لا والله اسلام انت كلاما غلط هو معنا الاسبوع كله وحيقعد معنا السنة كلها وحيقول لنا هيعمل ايه اتمنى ان الكلام الملغبة ده اللي احنا سمعينه في كل حتة وشايفينه يبقى غلط اتمنى وخصوصا مع الانباء المنتشرة انباء انا معرفش دي صحيحة ولا مصحيحة موجودة في القاهرة 24 او على عهدة القاهرة 24 هي زي ما حضراتكم شايفين كاف يوجه الشكر لعصام عبد الفتاح ويقيله من منصبه في لجنة الحكام الافريقي انا على حسب مصادر انا لسه اجتماع الكاف اللي جاي يوم عشرة في الشهر ده بس ايه بي ما ايه رئيس لجنة الحكام اتشال رسميا من رئاسة لجنة الحكام وباترس متسبي رئيس الاتحاد الافريقي عنده تحفظات كثيرة على لجنة الحكام وده اللي احنا دايما بنقوله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله كل الكلام اللي كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم كله بيبان واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين باترس متسبي بلغ المكتب التنفيذي بالكلام ده وبشكل رسمي وانه هيجري تغييرات في لجنة الحكام منها رحيل عصام عبد الفتاح الكلام ده حقيقي على عهدت يوم عشر الاجتماع وحيبان في كل هذه الامور اتمنى ان حد يحسم لنا موضوع كلاتنبرج يقول لنا هل بالفعل وقع عقد مع رابطة الاندية اليونانية وحيكمل هنا ولا مش هيكمل هنا ايه اللي هيحصل حدش يعرف حاجة اتمنى ان حد يطلع يرد علينا زي ما الاستاذ حازم رد علينا دكتور حازم رد علينا اشتركوا في القناة